نقطة مهمة قالها كابتن أعاب جلال وحايف أقف عندها كتير جدا أنا بحترم جدا الشخص اللي يبني على اللي قابله بحترمه ده راجل ناجح ده إداري ناجح بغض النظر إن شاء الله يعني ربنا يوفق كابتن أعاب جلال في الفترة اللي جاي ما عرفش هيحصل إيه زي ما قلت لكم من شوية بس الإداري الناجح اللي يبني على اللي قابله مش يجي يهدم المعبد ويقول لها لا استنوا بقى إيه ده كان بلعب 4-3-3 لا لا ما لعبهاش أنا 4-3-3 ده انت أحبهاش أنا أنا راجل بلعب 3-5-2 أنا راجل بحب بلعب 4-2-3-1 أنا مليش دعو بالكلام اللي كان بيتعامل قابلي ده والكلام اللي بيتعامل قابلي ده ما كانتش عاجبني مفيش كده مفيش كده ليه مفيش كده هتقول لي إيه اللي يحصل يعني النهاردة ما يغير طريقة اللعب الطريقة ده التي ما كانتش عاجبانا للفترة اللي فاته الأداء في بعض الرتابة والملل ما احنا عايزين أداء أحسن مش هو ده الكابتال لعب الجالب بتاعك اللي بيعمل أداء أحلى هيغير هيغير وهين كنت يعني أصلا قابلي كده ما كنتش من دايق بس يعني اللي جاي الكابتال لعب الجالب هيغير بس انت لو حتستلم مجموعة لعبين كانوا كل يوم في كاس الأمر الأفريقية في كاس العالم بيتضربها عطرية لعب 4-3-3 وجيت النهاردة قلت لهم بقول لكم إيه احنا مش هعجمني الطريقة دا التعاني نغيرها هيلعبوا أسوأ بكتير وهيبقى فيها أخطاء أكتر بكتير تحفيز بقاله سنة هتيجي تقول لأ غيروا كله في لحظة ما فيش كده تدريجيا وده اللي قاله في المؤتمر الساحة في النهاردة الأداء هيتحسن تدريجيا طرق اللعبة هتتغير تدريجيا بس ما فيش حاجة اسمها أبدا تيجي تهد المعبد وتقول أبدأ من جديد احنا عيشنا أيام كتير الشبه دي في الكورة ما ينفعش تحصل تاني لش كنا منخسر أكتر كان بيبقى للوضع أسوأ النهاردة كمان الكابتن أبج قال إن كان فيه بعض القصور الهجومي بسبب جانب تكتيكي هيتغير في المستقبل مع نجاح مصطفى محمد في اختراق دفاعات غينيا ومع دخول محمد مجدي أفشا وابراهيم عادل تحسن الأداء قال إن أنا براهن على ابراهيم عادل بشكل كبير مع منتخم مصر أتمنى إنه يستعيد أفشا كامل مستوى المعروف عشان يصنع للفريق الفارق وهي النهاردة إمام عشور كان بزل جهد كبير جدا دفاعيا وهجوميا وأفشا أيضا ساهم في تنشيط خط الوسط الهجومي تصريحات موزونة وتصريحات محتربة على الجانب الآخر تصريحات الموديل الفني للمنتخب الغيني كابا ديوارا قال كنا نريد الفوز على مصر وسبب الهدف هو إصابة الجناح الأيمن لفريق بالإضافة إلى غياب الحظ عننا ولم نعاني من مشاكل هجومية وكان لنا فرص خطيرة ومع المباريات المجبلة الأداء هيتحسن ونصبح أكثر قوة قال عنينا من وجود محمد صلاح في الملعب لأن لعبين كانوا يسيبهم التوتر عندما تصلوا الكرة الله أقف هنا اسمع الكلام شوفوا الكلام وفهموه وعقلوه ووزنوه إيه أهمية محمد صلاح في الملعب مش مجرد إنه بياخدوا الكرة وبيجري على الجن يسجل أهمية محمد صلاح مش النهاردة بس في كل المباريات العبعة منتخب مصر وإنت بتقول محمد صلاح النهاردة مستوى كان قليل هو قريدي كان عامل شغل وزيادة إيه هو موقف تلت أربع لعبين حواليه ومبوز لأي مدرب بونى الهجمة بتاعته تفكيره في هجمات تفكيره في الضغط العالي كل الأمور دي بتفضل شغل لأي مدرب للخصم إنه أنا قدام عند منتخب مصر في محمد صلاح فأنا مش لأ مش هزود لعيبة يعني لو بهاجم مش هطلع الباكين بتوعي مش هطلع المساكين يخشوا عند نص الملعب شوية وعمل ضغط متقد مش هعمل كده عشان محمد صلاح وده اللي قاله النهاردة وده المنتخب الغيني قالك إنه عنينا من وجود محمد صلاح في الملعب لأن لعبينا كان يصيبهم التوتر عندما تصل الكرة له ومع الوقت تبين أن هناك لعبين آخرين يمتلكون الخطورة وبالتالي نعتقد أن منتخب مصر هو الفريق الأبرز في هذه المجموعة يعني قالك إنه اللعبة كانت مش مشغولة غير بمحمد صلاح وبعد كده خدوا بالهم إنه لا ده فيه لعيبة تانية جامدة في الملعب بس دي هعمية محمد صلاح إنت عارف إحنا لبنلعب مع أي منتخب بيفضل شغلنا الإسم اللي في المنتخب ده هنلعب السنغال آه ساديو مانيه مرعب بس ما هو فيه لعيبة تانية في المنتخب بس هنفضل مركزين مش عارفين نعمل أي حاجة عشان ساديو مانيه واقف وسطينا هنلعب مع منتخب لما كنا بنلعب مع كود ديفوار فيها درقبة هنفضل قريم من كود ديفوار عشان درقبة قدام سامو القلت عشان الكاميرون آه أدي بايورم مع توجو من أيام ليباريا جورج وايا طول الوقت عندك قلق وتخوف من اللاعب الكبير دلوقتي احنا بقينا نخوف القصوم اللي بيلعبونا بمحمد صلاح بس زي ما قلت من شوية عشان يبقى الخوف كمان له طابع عملي لما اللاعبة كلها ترايب محمد صلاح أو تنشغل في محمد صلاح مفوض انت كباقي الفريق تشتغل بقى هجوميا وعندك مسحاتك انك تعرف تسجل الحقيقة مش هتوقف على محمد صلاح مش محمد صلاح حاولي الأربعة ونقول له خدوا الكورة اذا كان أنا أصلا واخد لكم الأربعة دور عشان تشتغلوا انتوا بالكورة مثلا يعني بقولها بشكل بسيط ومبسط مش حاجة دي حاجة كل الناس عارفينها أدام محمد صلاح في الملعب كل اللاعبين هيبوا مركزين ده هم يدرب غينيا اللي بيقول كل اللاعبين مركزين معهم متوطرين جدا بسبب محمد صلاح احنا بقى العشرة التانيين التسعة التانيين سيبك من محمد أبو جبل النهاردة التسعة التانيين فين فين الشغل انت ممكن تشتغل 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 كورة هنا وكورة هنا وكورة هنا وكورة هنا وكورة هنا لحد محمد صلاح يبقى عنده المساحة انه ياخد الكورة ويجيبها جول سيحن ندي الكورة لمحمد صلاح وفي أربعة حواليه هيعمل ايه يعني؟ يقول لك يا سمح محمد صلاح معرفش رأس الأربعة محمد صلاح معرفش يباصي مهما ضغوط عليه ما انت بتديله الكرة في وضع أصلا مش المفروض تديله في الكرة أصلا